معكم يحيى الشيخ رئيس المركز العالمي للدراسات العربية والبحر التاريخي في باريس أنا الآن متواجد في الرباط في هذا الخضاء بالصوفيتيل وكان اليوم لقاء للوزارة المنتدى بلد رئيس الحكومة لتوزيع جوائز عديدة منها ما يخص الجمعيات المحلية والجمعيات الوطنية والشخصيات المدنية والإعلان عن الترشح كان قد توجه إلى مغاربة العالم للمشاركة في هذه الجائزة ولكن للأسف خلال هذا اللقاء لم يذكر أبدا اسم مغاربة العالم ولم تذكر أي جمعية ولم تتم مناقشة الملفات التي قدمناها لهذا الترشح وهي ملفات كبيرة جدا ملف من المركز المتنى يتكون من 500 ورقة وكانت المبادرة هي المحبة والتسامح ومحاربة العنف والتطرف الدين والسياسي وتعطير 1700 سنويا بالاشتراك مع وزارة التعليم الفرنسية وتقديم الاستشارة القانونية ومحو الأمية والتعريف بثوابت المقدسة لمملكة الشريفة ولكننا نستنكر اليوم هذا التجاهل الذي لا يسير في الخط الذي رسمه صاحب نصر والله للعسنة مغاربة العالم وكان من اللازم أن تدرس اللجنة هذه الملفات وأن تذكر على الأقل مغاربة العالم لأن مغاربة العالم يقومون بدور الدبلوماسية الموازية وقد جئنا على نفقاتنا الخاصة وقدمنا الملفات وتركنا أشغالنا ولكننا نستنكر بشدة هذا الحيف وهذا الظلم الذي في الحقيقة لا يخدم التلاحم الوطني ولا يخدم الجالية المغربية وأقل ما يمكن أن يقال في هذا اللقاء اليوم إنه فعلا حيف وظلم وتظلم على الجالية المغربية نتمنى لهذه الوزارة ولكل من يقدل وجوائز في المغرب أن لا يتجاهل مغاربة العالم لأن مغاربة العالم جزء من هذا الوطن بل إنهم يدافعون بشراسة عن مقدسات هذا الوطن وأقل شيء في حق هؤلاء المغاربة وهو رض الاعتبار وهو الدعم المعنوي الذي نحتاج إليه فمركزنا يشتغل أكثر من 38 سنة وأبوابه مفتوحة وفي هذا الوقت الذي أتكلم فيه تركت الطلبة بدون مأوى في أروقة المركز وتركت لهم المأوونة وكل شيء السيد أحمد براو رئيس جمعية دعواء ضيفو ورئيس فوروم مغاربة جنوب إيطاليا والناتق الرسمي باسم الشبكة الحقوقية المغربية الإيطالية للحقوق والتعاون الدولي وكذلك مؤسس المركز الإسلامي بجنوب إيطاليا بمدينة كوزينسا إحنا يعني جينا حضرنا لهذه الحفل للتوسيع الجوائز المجتمع المدني وكنا فرحانين وجينا يعني جينا كلنا يعني فراحة نحضروا إسواب الإخوة دينا هنا رأس الجمعيات في المغرب باش نمثلوا المجتمع المدني دي المغاربة الخارج لأن الترشوح كان كيخص يعني ربع هذه الأصناف هما يعني جمعيات المحلية والجمعيات الوطنية وشخصيات المدنية وكذلك مغاربة العالم إلا أننا كنتفاجئوا أن ما تذكرش اسم مغاربة العالم بالكل وما كانت لجائزة ولا ذكر اسم وإحنا يعني تعرضنا الإقصاء وحيف كبير وتجاهل غير مفهوم تتواصلنا مع السيد الوزير قال يعني وقع خطأ كهكذا ولكن هذا الشيء نحن نبغينا واحد الاعتدار خاص باسم مغاربة العالم كلهم لأننا نحن مثلا أنا في جنوب إيطاليا كل إخوة في جنوب إيطاليا كانوا كيدعموا الجمعيات دي لأن الجمعيات دي عندها تقريبا 25 سنة دي العمل كوننا وسطع تقافيين وسطع أسريين قدمنا يعني خدمة جليلة للمغرب للقاضية الوطنية قمنا مؤخرا في السنة الماضية تقريبا به أكثر من خمسة دي التوأمات مع المناطق السحراوية وكان قموا بالأعمال الموازية والديبلوماسية الموازية وكان دافع على الحقوق الوطنية وإحنا كانت منو العمل الجليل والتفاة المولوية الشريفة دي لسيدنا محمد السادس نصره الله ولكن بالمقابل كانت أسفوا كثير للحكومة وكذلك عدنا مشكل كبير إحنا في إيطاليا مثلا مشكل دي الجوازات الصفا وجواز رخص سياقة اللي ما بغوش يبدلون الرخص سياقة الإيطالية وما زلت المشكل كانت تعرضوا لي يعني تعرضت لي جالية كبيرة وفي متضررين كتار وكيتسنوا أنهم بغووا يعني مشوا يخدموا لأنه يعني كيتحتم عليهم أنه مصير دي الأسار باش يعيلوا الأسار دي لهم فما ملقاوش كيفاش يتنقلوا لأن هذا مشكل كبير وكثير من المشاكل ولكن رغم ذلك إحنا جينا بغينا نحتفلوا مع خطنا المغربة في هذا الحفل هذا إلا لأننا كنتفاجؤوا على أننا نكرة هنا في المغرب ما موجودين شقع ولو اسم مغاربة العالم ما تذكرش وإحنا شفنا مؤخرا كيف مغاربة العالم الحمد لله الجالية المغربية شرفت المغرب في كرة القادم وبغوا يركبوا على الموجة ويقولوا على أن مركز محمد السادس الرياضة هو اللي قام بهذا العمل وهم فيهم جوجدين اللاعبين أو ثلاثة ولكن مغربية العالم وما ليشرفوا المغرب فلذلك أبغينا كيفاش يرجعوا الاعتبار لهذا الجالية هذا وإحنا نقوم بإحنا نديروا واحد ندوة صحفية مطولة يوم الثلاثة وإحنا نشروا هذا الاحتجاج هذا لأنه احتجاج قوي وإحنا نقلقين على هذه العملات شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك اشتركوا في القناة